كتاب قوة الصبر للكاتبة الشهيرة ام جي راين فيه فقرة بعنوان مرحبا بمعلمي الصبر تحت هذه الفقرة تقول ام جي راين ان فرص تعلم الحياة كثيرة جدا ولن نستفيد منها اذا لم نواجهها بشكل مباشر وتكمل ام جي راين بكلام رائع من ذهب في الدعم النفسي تقول حتى تتعلم انت ممارسة الصبر انت بحاجة لمستفزين ماهرين يختبرون قوة تماسكك الدمثون الطيبون لا يعلمونك سوى التواكل التربية الذكية هي ان نضع السلم على الجدار الصحيح لنصل الى هدف باسرع باسرع وقت الزمن في تربيت ابنائنا صفر ابناؤنا ليسوا حقل للتجارب هكذا نتعامل مع ابنائنا في ظلال وفي اكناف منهج التربية الذكية اليوم لدينا حلقة مهمة جدا عن الاطفال المستهترين غير المبالين هؤلاء الاطفال كيف نتعامل معهم تلك الالفاظ التي نتهمهم بها الالفاظ المدمرة مثل الفايتين بالحيط معرفان الله حاطون والفاظ اخرى هدامة لا تنفع ابدا مع التربية الذكية التربية الذكية ترفض ذلك حلقة مهمة جدا لنتعامل مع هذه الشريحة من ابنائنا في لذة اكبادنا خليكم معنا وتفضلوا نحكي تربية ذكية كيف نستطيع ان نشخص ان هذا الولد مستهتر غير مبالي غير مهتم هناك ملابح عامة لطفلنا الذي هو يعني مصاب بهذه المشكلة التربوية يظهر عليه ذلك بشكل واضح من حيث ملابسه مثلا ملابس الطفل المستهتر نحن نستطيع ان نتعرف على كل ملابسه سامحونا الملابس الداخلية والخارجية لانه حتى الملابس الداخلية بتكون لها اطلالات جميلة من جسده مع الاسف الشديد انه مستهتر عاداته اليومية عجيبة غريبة ما انزل الله بها من سلطان ما اكله لبسه شربه كل شيء مختلف اداؤه المدرسي هو يعني غير مهتم غير مكترس ما بيكتب الوظائف الا وحوالي يعني كتيبة من الاشخاص الذين تدفعوا الى كتابة وظائف المدرسية تعاملوا مع الاخرين مثلا يعطيك مثال هو يسلم بروس اصابه على الاخرين هو قد يقوم بافعال غير جيدة غرفة النوم تبعه نحن بحاجة تقريبا لنصف ساعة حتى نبحث عن اشيائه يعني على الجرابات تبعوا عن البنطرون وعن الانيس لان كلهم منهم في واد الطفل المستهتر غير مبالي طفل عنيد يتشبث بالخطأ تبعه لكن برغم هذه الاعراض نحن سوف نتوجه بشكل ايجابي نحوه فابقوا معنا اسباب اسباب المشكلة لماذا طفلنا مستهتر وغير مبالي وغير مكتدث هناك اسباب التشخيص نصف العلاج اذا لم نطلع على السبب لن نستطيع ان نقدم اي شيء اسأل اي طبيب في الدنيا كيف تستطيع ان تعالج مريض مريض عضوي يجب ان اطلع على اسباب المشكلة التشخيص نصف العلاج اسباب الطفل المستهتر كيف يصبح طفلي مستهترا اولا الحماية الزائدة الطفل اللي دائما يرى عشرات العيون من حوله تراقبه وتحرص عليه ومستنفرة من اجله بيصير طفل متواكل سلبي خلاص مدام في حدا شايل عني كل الحمل الواجبات تبعي فيه من ينفذها الاستاذ الخصوصي وامي تكتبي للوظيفة واشياء كلها في من يرتبها والصفرة من بعد فيه الف واحد بمسحها هذه الحماية الزائدة تجعل الطفل غير مستهتر هذا كلام منطقي السبب الثاني الوراثة الحقيقة سبت بالدراسات ان التلتين الاطفال غير المبالين والمستهترين هم لديهم عوامل وراثية اي ان اباؤهم او اماتهم او احد الاقارب لديه هذا الخلق غير الجيد من اسباب الطفل ان يكون مستهتر توقعات الوالدين الزائدة يعني بعض الاباء ما بيراعوا قدرات الاطفال النفسية والجسدية والعقلية فبيرفعوا سقف التوقعات فلذلك بيشوفوا ابنائهم انه هني كسالة في المدرسة او غير مرتبين او لا يفقهون اتكيت معين في الحياة الاجتماعية العيب ليس في الاناء الاطفال العيب في الماء توقعات الاباء الزائدة من الاسباب ايضا المرض المبكر للطفل الاعقات الجسدية بتخلي الطفل ضعيف غير مكترث غير مهتم اصلا لانه منصرف منصرف الى مشاكل الشخصية هذا حقه حتى الكبار يحصل معهم ذلك الغيرة الاخوية من الاخوة الاخرين او الاقارب المقربين جدا اللي بيقشوا معنا نفس البيوت ايضا تجعل الطفل يرد الفعل رد فعل سلبي من الطفل شكل من اشكال الغيرة الاخوية الولد بيرد على هذه يعني الغيرة او يعبر عنها بطريقة سلبية جدا وهي عدم المبالاة وعدم الاستهتار يعني هي حالة من اليأس عند هذه الطفل عند هذا الطفل ايضا من الاسباب الرسائل السلبية الرسائل السلبية الميأسة المقنطة التي تصل للطفل من الاهل والمدرسة والاقارب هي بتخليه يعني ياخد قرار سلبي يعني هو يأس فلما بنقول له انت معنك ناجح انت معنك مرتب انت معنك مجتهد انت معنك نظيف كل هذه الرسائل السلبية السلبية الكمل هائل من الرسائل السلبية مع الاسف يهدم هذا الطفل ولا يبنيه من الاسباب ايه السادة التلفزيون والكمبيوتر اليوم السوشال ميديا وسائل التواصل اجتماعي الفيسبوك والكمبيوترات الحديثة الاجهة الزكية هذه اجهزة مدمرة اذا لم نستطع سلاحزوا حدين سكين اذا ما استطعنا نتعامل معها بشكل ايجابي كلنا عم نشوف بيوتنا اطفالنا كيف مدمنين على العاب معينة مشهورة الطفل ما هو فاضي ما هو فاضي لا يدرس لا يتعلم ولا ينظف ولا كذا مصروف اصلا الكبار الان هناك شكاوى هائلة مشخصة من الكبار انفسهم محسون يتعاملوا مع اسرهم يعني هو اهمل زوجته اولاده وعملوا منصرف لذلك ولديه محاكمات ولديه مسؤول اجتماعي الكبير لاب فكيف بهذا الطفل المسكين التلفزيون والكمبيوتر مشكلة كبيرة هي احد اسباب الرئيس في العصر الحديث للطفل المستهتر وغير المبالي اخيرا تدني تقدير الذات الطفل اللي ما بيقدر ذاته كل واحد مننا بحاجة لتقدير الذات يعني يحترم نفسه يثق بنفسه يتصالح مع نفسه حتى الاطفال لديهم ذلك الطفل اللي ما هم متصالح مع نفسه الطفل المهزوم من الداخل اقل ردود فعله على نشاطاته وواجباته هو الاستهتار وعدم المبالاة هي حالة من اليأس لديه هذه هي اهم الاسباب التي تدفع اطفالنا ليكونوا ابناء مستهترين وغير المبالين اذا عرفنا السبب سنستطيع ان نتعامل معه ابقوا معنا التربية الذكية تقدم لنا نصائح من ذهب للتعامل مع الطفل المستهتر غير المبالي حقيقة هي علاج شافي كيف انه الانسان بيصيبوا جريب بياخد كرس علاجي معية متكامل يتعافى باذن الله ايضا هذه النصاح التي تقدمها لك والمقترحات التربية الذكية تستطيع ان تخلص هذا الطفل في اقل الاحتمالات من 90% من مشاكله الناتجة عن اللامبالاة اقدم لك بهذه المقدمة من كتاب لا شيء مستحيل ادعمك ادعمك اريد منك ان لا تيأس في التعامل مع اطفالك ليس لديك خيار هم اطفالك فلذة كبدك يقول توم اوليفر في كتابه لا شيء مستحيل ينقل ينقل لنا عن بينسو تيلاند كلام جميل يقول العالم مليء بفرص التغيير لكن البعض يأتي للنافورة ومعه الغربال بنروح لعد نبع المي لعند النافورة ومعنا غربال ما بناخد صهريج الماء كيف بننعب بمي بالغربال او في احسن الاحتمالة ناخد ملعقة صغيرة ما بناخد هاي المجرفة البخارية الضخمة هكذا هكذا النتيجة طبيعية يقول بين اننا سوف نحصل على القليل من النتائج عندما نتعامل مع اطفالنا وعندما نتعامل مع التربية الذكية يجب ان نكون متأكدين اننا سنحصل على نتائج مهمة وقدم لك حلول من ذهب وحلول منطقية اعتمد فيها على هرم ابراهام ماسلو الشهير الاحتياجات الانساني الذي صممه عام 1942 يقول كي نتعامل مع الطفل المستهتر في ظلال واكناف التربية الذكية علينا اتباع هذه النصاع اولا معرفة السبب الحقيقي لماذا طفلي مهمل ليش ابني يعني استهتر لماذا هذه يعني هذا عدم الاهتمام هذه السلبية اولا نعرف السبب قد نكون نحن وقد يكون المدرسة قد يكون الاقارب قد تكون مشكلة به نفسه ورا فيك ما اسلفنا اتنين يقول لك يعني ماوسلو ابدأ بتحقيق الذات يجب عليك ان تدعم هذا الطفل دعم مستمر يعني الشغلات السلبية بتهذبه وتشذبها الشغلات الايجابية بتدعمها بقوة بنسميه التعزيز الايجابي الفيدباك الايجابي التغذية الراجعة الايجابية حاول ان تدعم هذا الطفل يعني استبدل عباراتك السلبية لعبارات ايجابية استبدل افعالك وردود افعالك على سلبيته على عدم استهتاره بافعال ايجابية الامر واضح جدا وسهل فقط عليك تتبق اخطائك في تعاملك مع استهتاره ثالن يقول لك صناعة فرص النجاح الطفل المستهتر هو طفل فاشل بالمدرسة وبالاكل وبالشرب وباللبس وبترتيب غرفته وبالتواصل مع الناس احنا بدنا نصنع له فرص نجاح احنا بدنا نحاول ناخده على غرفة النوم وردب له اشياء احنا وياه سوا وبعدين نصفق له انه انت نجحت رتبت احنا على الصفرة بدنا نساعده يأكل بشكل كويس وبعدين نصفق له انه انت نجحت ونعزل ذلك من اشكال التعامل مع الطفل الذي غير مستهتر المستهتر عفوا الحب الطفل بحاجة لحب الكبير بحاجة لحب فكيف هو هذا بدنا نفهمه نحن بنحبك انت يا ابني وصيط النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد ثمرة القلب مجبنة مبخرة انا بحبك انت في لذتك قلبي انت ثمرة روحي انا اريد ان اكون معك يجب ان ندعم ليل النهار اما بعض الاسر يا حرام اللي بتشعر الطفل المستهتر او الكسول في المدرسة او غير المبالي بالكره ابي ما بيحبني انتوا ما بتحبوني هذه الايبارات لا يقولها الطفل من فراغ من اشكال التعامل مع والنصائح الذهبي للتعامل مع الطفل المستهتر الامن النفسي هذا مصطلح مهم جدا الطفل اللي بيعيش باسرة ما فيه امن نفسي هذا طفل مهدد يا اخواننا الكرام بالاستهتار واللا مبالع وباشياء اخطر من ذلك الامن النفسي هو ان يعيش الطفل في اسرة امن نفسيا الطفل اللي بيشوف الاب والام عندهم طلاق روحي طلاق رسمي غير معلن عايشين يعني حياة من المشاكل دائما فيما بينهم ينعكس على نفسه هذا شيء يأس وقنوط واستهتار فتجده يعني غير مبالي المشكلة ليس في الطفل نفسه المتلقي السلبي لان الطفل المتلقي سلبي يعني شو ما بتعمل بيعمل شو ما بيصير ما بينعكس عليه ليس لديه محاكمة ليس لديه مستويات متقدمة في المحاكمة لذلك الاسر الامنة نفسيا تنتج اطفال غير مستهترين ايها السادة الافاضل اقدم لك الان طاقة ازاهير من ادرياتنا وابجدياتنا الاسلامية تعينك بقوة بقوة على التعامل مع الطفل الذي لديه عدم مبالاة واستهتار اقدم لك قسمين قسم لك انت كي تستفيد منه ونراجح حساباتنا جميعا في التعامل مع ابنائنا وقسم ننقله بامان لأطفالنا اما ما هو لك فاقول لك ان انس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت احدا ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل كما ينقل لنا انس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الملازم له دائما دخل احد جهاء العرب الى النبي صلى الله عليه وسلم واسمه الاقرع ابن حابس التميمي دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده الحسن ابن علي صبت رسول الله فراح النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بدفئ وحنان ورحمة فقال له الحابس مستغربا والله يا رسول الله إن لي عشرة أبناء لا أقبل أحدا منهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم هذه لك أيها الحبيب وأهديها وأختم لك بالآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أكبر خسارة أكبر خسارة أن تكون يوم القيامة من دون أبنائك أي أن لا تكون معهم في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر كن رحيما بأبنائك هذا الطفل المستهتر تعامل معه بحب وبرحمة هو بحاجة لك هو ليس عدولك هو في لذة كبدك وثمرة قلبك هذا القسم لك أما القسم الثاني أيها المشاهد الحبيب الأسر الكريمة لنعلم أطفالنا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا نحفظهم ذلك ونقول لهم أن الاستهتار وعدم المبالاة ليسوا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نقول لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض كان خلقه القرآن التعاليم الأخلاقي الثلث القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثلها نعلم أبنائنا ذلك نقول لهم يا بني حبيبي عيوني تاج راسي ما بينفع تكون مستهتر لأنه أنت لازم تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم الله عمي أمرك يا ابني يا حبيبي بهذه الألفاظ بهذا الرفق نتعامل معه يا قرة عيني هكذا نقول له الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعلم أبنائنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم طفل المستهتر غير المبالي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله صلى حذاءه ويخيط ثوبه ويفعل كما يفعل الرجال في بيوتهم كما تعلمنا أم المؤين عائشة زوجته الفاضل الكريم عليك أن تستوصي بابنك خيرا وخيركم خيركم لأهله وإن شاء الله سبحانه وتعالى الله يحفظ والدا وما ولد وحياكم الله اشتركوا في القناة